هنروح للخبر اللي بعد كده روي رانا مدير الفني لكرة السلة الكندي اللي نجح يأهل منتخب مصر أو يكون السبب كمدير فنيا للمنتخب يتأهل به لكأس العالم أعلن رحيله عن منتخب مصر طب إيه الأسباب هو أعلنها أنه لم يصل إلى اتفاق مع اتحاد السلة وده كان بسبب أنه بيدرب أحد الفرق اليابانية ورفض أنه يسيبها مقاطعة في اليابان هو بيمرنها فالاتحاد السلة طلب منه أن يبقى متفرغ ولكن رفض طيب إذا ما إحنا برضو بننتقد اتحاد السلة في أقارات كتيرة لازم نقول برافو اتحاد السلة بجد ليه بقى أولا روي رانا أنا فاكر كويسة أو السنة اللي فاتت فاجئ الكل أنه راح أتعقد في اليابان وهو كان قيل ده بس طبعا حط الاتحاد في مأزق يستغنى عنه في وسط التأهل لكأس العالم يوافق على الوضع ده وإحنا في البرنامج الأبطال ما كناش موافقين بالوضع ده مدرب منتخب مصر دولة بحجم مصر لازم أن يتفرغ يعني هل يعقل النهاردة الراجل مدير فن منتخب مصر كورت القادمة لأيه مسك فرقة مثلا ما ينفعش ده مصر دولة كبيرة أفريقيا وكبيرة عربيا وكبيرة عالميا نهاردة تأهلت كأس العالم ما احترامنا لي لهو أحسن مدرب في العالم بس ما تفرغش ده روي رانا ما تفرغش المنتخب مصر شكرا هنشوف البديل طيب الحاجة اللي عايز أقولها لكم أنه منتخب مصر نجح للمرة سادسة أنه يتأهل لكأس العالم على إيده وكان نعمل نتاج كويسة وشكل كويس وبالأمانة عمل شكل كويس كأس العالم ولكن النهاردة أنت بتتحط في وضع محرق هو بيقولك يا أنا كمل وأكمل معك سنة أو سنتين كمان بالشكل ده طبعا يعني ده بيحط الاتحاد في شكله طيب من أبرز المرشحين فيه سفيهات مدربين أجانب وبعد مشاركتها في كاس العالم أكيد فرقة كتيرة مدربين اسم كبير عايزين ييجوا وفيه ثلاث مدربين مصرين مطروحين ثلاث مدربين أنا أجل لكم الكواليس بقى فيه ثلاث مدربين مش مصرين ثلاث مدربين جوه ومصر مطروحين رقم واحد مستر أجوشتي بوش طبعا من نادي الأهلي عندك أشرف توفيق عندك كابتن أشرف توفيق طبعا عندك كابتن عمر بلخير التلاثة موجود الأسامي دي موجودة ما فيش دخان من غير نار طرامة الدنيا صرابت كده يبقى أكيد المواضيع كده مستر أجوشتي ملتزم بعد مع نادي الأهلي وهو الراجل يعني فأنا أتصور الممكن يكون أقرب لو هم راحوا لأحد مدرب مصري هيكون كابتن أشرف توفيق أو كابتن عمر بلخير كابتن عمر بلخير ماسك فريق 2007 دولات يطلع بيكاس عالم ممكن يستعينوا به في فريق الأول خاصة أن أنت عندك بطولة جاية قريب عندك بطولة مع المنتخب تقريبا بطولة عربية تهيئ لي مش فاكرة كمان شهر بطولة عربية بطولة عربية جمدة قوي عندك الأردن لبنان أقوى منك فأنت لو ما كنتش رايح فت أنت كسبت الأردن هناك في بطولة دبي آخر ماتش وكسبت لبنان بس آسف وكسبت لبنان في كاس العالم بس آسف الفريقين جمدين لو أنت ما روحتش وقف على رجلك هتخصى فالنهار ده أنت عندك بطولة كمان شهر أتصور أن أقرب اتنين يعشف توفيق عمر بلخير طب أنت رأيك إيه هيسم يعني لو أنت تكلمت بقى يعني ممكن يكون عمر بلخير ليه؟ لأن كابتن عمر بلخير ماسك رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد سكنداري فما عندوش التزام مع فرقة في الدوري إنما أقشف توفيق عنده التزام في الدوري مع الاحتفاظ طبعا كابتن عمر بلخير ما عندوش التزام في الدوري وعلى رأسي من فوق ومن المدربين هكت حبت مرة معهم جدا جدا لأنه تمرينه طف وقاسي وابياد واسود فهو مرتزم مع سبورتينج إنما كابتن عمر بلخير ما عندوش التزام فممكن هو اليقود وخليكم فاكرين كلامي ده وخدوا شكرينشوت طيب